رياضيا اختتمت مساء أمس منافسات بطولة التايكوندو المفتوحة لرابطة جمينة لرياضة التايكوندو في دورتها السابعة بعد يومين من المنافسات والمسابقات الشرسة بين أندية العاصمة جمينة الخمسة عشر والتي شاركت في هذا الحفل الرياضي والذي احتضنته العاصمة أنجمينة بسانوية فليكس إبوي آدم حسن المكاوي منافسات بطولة المفتوحة للتايكوندو لرابطة أنجمينة في نسختها السابعة كانت حامية الوطس وملئة بالحيوية والمفاجعة ركلة في الرأس وأخرى في منتصف الجسم هذا ما كان يبحث عنه كل هؤلاء اللاعبين واللاعبات من أجل حصد النقاط للفوز بنزالتهم القتالية وارتداء الذهب أو الفضة أو البرونز لتحقيق تقدما رياضيا جديد بالنسبة لهم في رياضة القدم والساق التايكوندو البطولة قد انتهت وهي تحمل في سطورها لمسات نهائية قد تجعل من البعض منتصر والآخر منهزم ولكن هذا دائما ما تقول إليه رياضة الدورة السابعة للبطولة المفتوحة للتايكوندو لرابطة أجمنة اختذلها لاعب نادي فيكتور كلوب لصالحهم وذلك بحصدهم تسع ميداليات ذهبية وخمس فضيات وثلاثة برونزيات أوصلتهم للتربع على عرش البطولة أما المركز الثاني فكان من نصيب أكاديمية كلوب التي تحصل لاعبها على ست ميداليات ذهبية وثلاثة فضيات وثلاثة برونزيات والمركز الثالث فريق بانتر كلوب بثلاثة ذهبيات وفضياتين وبرونزيتين في خطابه الختامي رئيس رابطة أنجميلة لرياضة تايكوندو المعلم جيكا دون بيمبا حيى الروح الرياضية والمعنوية والقتالية لللاعب مهنئا الفائزين بالميداليات على هذا النصر وطالبا من جميع الرياضيين المثابرة والصبر لأن بداية النجاح هو الفشل وبهذا فقد أقربت شمس البطولة لهذا العام على أمل أن تشرق في عام قادم إن شاءت فيه الأقدار سيكون أجمل بهذا الخبر الرياضي سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية النشر شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله